السيد رئيس الجمهورية في عالم يشهد تطورات سريعة عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وخلال هذا اللقاء حدد الرئيس عبد المجيد تبون موعدا لعقد القمة العربية المرتقبة بالجزائر والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا قمة العربية المقبلة التي ستنعقد بإذن الله بالجزائر في شهر مارس ويجب أن تشكل هذه القمة فرصة ثمينة لتجديد الانتزام الجماعي بدعم القضية الفلسطينية كما يتوجب علينا كذلك اغتنام هذه الفرصة لدراسة ملف إصلاح جامعة الدول العربية بهدف تحسين أدائها في سياق رؤية جديدة للعمل العربي المشترك اللقاء افتتحه وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة في السياق الحركية غير المسبوقة التي يعرفها الجهاز الدبلوماسي لبلادنا بفضل القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا والتي تم بموجبها تعيين ما يقرب عن ثمانين من رؤساء البعثات الدبلوماسية وأكد تبون أن الجزائر تعاول على عضويتها في مجلس الأمن الدولي لدعم القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ينبغي إعطاء الأولوية لعضوية الجزائر المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال فترة 2024-2025 لمساهمة في الجهود الرامية لحفاظ على السلم والأمن الدوليين كما نبه الرئيس الجزائري إلى ضرورة تمتين العلاقات مع البلدان الصديقة في العمق الإفريقي والعربي والدولي واتخاذ إجراءات استباقية لترسيخ دور الجزائر كفاعل مؤثر يساهم بجدية في مواجهة التحديات الدولية لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأعضاء السلك الدبلوماسي هنا بقصر الأمم بالجزائر العاصمة يعتبره المراقبون بمثابة إعادة توجيه لبوصلة الدبلوماسية الجزائرية لإبراز دورها بشكل أكبر في القضايا الإقليمية والدولية من جهة ومن جهة أخرى لترقية الاقتصاد الوطني كريم قندولي قناة الغد الجزائر